السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير و لا خير و يلقاكم الفيديو انتم في احسن الاحوال و في صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم خبيزات ديال الدار يجيو بحل ديال المخابز يجيو زوينين بزاف و يجيوها كخفاف و مقرمشين على بره مغاد نديرو فيهم لزبدة لحاليب غادي نديرو فقط بالماء كي يجيو من اروع ما يكون و سهل بزاف التحضير دياله و بمقادير لي يمضبوطة فبلا ما نطوع لكم خليكم مع المكونات و طريقة التحضير سنبدأ و بسم الله على بركة الله اخذت واحد الاناء و اضعت فيه كمية ديال 400 جرام من الدقيق الابيض الفارينة ما يعادل ربعة ديال الكؤوس ثم غاد نضيف ميتين جرام من دقيق الفينو او الساميد الناعم ما يعادل جوج ديال الكؤوس ثم غاد نضيف الخميرة غاد نضيف القياس ديال واحد الملعقة كبيرة تكون عمرا مزيان و طبعا الخميرة كتبقى على حسب الجو إلا كالجو سخون ثم غاد نضيف ملعقة ممسوحة انا عندي جو بارد كشي اللي اجدر تقريبا ملعقة كعمرا مزيان غاد نضيف كذلك ملعقة من السكر بالنسبة له السكر يمكن لكم تصغنوا عليه ممسوحة انا عندي جوج ملعقة من الملح ثم غاد نضيف كذلك و غاد نضيف كذلك عندي جوج ملعقة كبار من الزيت اما ديروا زيت نباتية او يمكن لكم ديروا تزيت زيتون كي اعطينا هكا تراوة في الخبز الآن غادي نضيف الماء باش غادي نجمع العجين بالنسبة للماء الماء يكون دافئ ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد فهنا ضفت الكأس الأول والكأس الثاني غادي نبدا نضيفه بالتدريج و غادي نقول لكم بالكمية بالضبط ديال الماء و غادي نعجن العجينة جيدا و غادي ندلكها و هنا كيف مما كتشوفوا بعد ما دلكتها و عجنتها فهانتو ما دول قوام ديال العجينة لاحظوا معايا كيفاش كي يكون كتكون عجينة هكا اللي كتلصق شي شوية في اليد و رطبة فبالنسبة لكمية ديال الماء هانتو ما بقى عندي تقريبا واحدة ربع كأس ديال الماء من الكأس الثاني فاستعملت الكيمية ديال 350 ميلي لتر حتى 360 ميلي لتر ديال الماء هانتو ما الآن غادي ناخد واحدة الملعة ديال الزيت غادي ندهن بها العجين ديالي غادي نغطيه و غادي نخليه كي يختامر حتى يضعف الحجم دياله جيدا كتخليوه يختامر مزيان مزيان باش كيعطيكم نتيجة اللي هي مزيانة و الآن بعد ما اختامرت هذيك العجينة كيف مما كتلاحظو خليتها اختامرت مزيان باش كي يجيك الخبز ديالنا من الداخل اه يعني خفيف غادي الآن اه نحيد منها هذك الهواء من دي قازيها و غادي نضعها فوق سطح العمل و غادي نقسمها فبالنسبة لي انا غادي نقسمها لتمنية ديال القطع تمنية ديال الخبز ذي الحجم ديالهم ماشي صغر بززاف بززاف وماشي يعني كبار حجم دياله متوسط و الحجم ديال الخبز انتو ما كتت تحكمو فيه واش بغيتوه صغير او بغيتوه كبير مواع ديال كمية نشكل هذه القطع العجين على شكل كورات فإذا احتاجتوا الدقيق ديروا الدقيق أنا العجينة تلصق شوية ولكن محتاجتش عكا مشيت معارب شوية محتاجتش الدقيق انتوما إذا احتاجتوا الدقيق ديروا هكا شي شوية ديال الدقيق أو سميدة باش تشكلوه ومباشرة اللان غادي نقرسوهم فقادي نبدوا بأول وحدة أول قطعة ديال العجين درتها وغادي نديرها كاسميدة غادي نقرس العجينة ديالي فأنا غادي نقرسها بهات السمك هذا ما كان نخليها شغلا بزاف بزاف لأن الخبز ما زال غادي نتافخ وما زال غادي اختعمل مرة الثانية وطبعا السمك ديال خبز ديالكم يجب أن تضغط عليهم قليلا هذا هو القياس القياس الذي نقوم بها هو الخبز نستعمر هنا نقرسهم كاملين تستعملوا تدلق بالرغبة نقرس السفحة نقرس المفرق نقرس المفرق نقرس المفرق ديالي وغادي نخليه كي يختمر المرة التانية فهذا المرة هذي ما كي ياخدش مدة طويلة فقط واحد من ربع ساعة حتى العشرين دقيقة من اللي كي بناك الحجم دياله تغير صافي كان كان طيبوه وبعد ما اختمر الخبز كيف ما كتشوفو والحجم دياله هكا آآ يعني كتشوفوا ان الحجم دياله تغير والخبز ديال نطلع الآن غادي قبل ما ندخلوا الفرن غادي ندهنوا بشي شوية ديال الماء هكا كندهلوا الوجه دياله بالماء كي يعطيها كواحد اللون وكي يعطيك كذلك قرمشاها كم الفوق كجيديك طبقة الفوقاني هكا مقرمشا ديال الخبز وغادي ندخلوا الآن الفرن فرن اللي كنكونوا مسخنينه مزيان كنديروا على ميتين دراجة فرن اللي شعل من الفوق ومن الاسفل ونطلقوا آآ بعد ما نطيبوه وبالنسبة آآ هادو القطاع التانية فغادي نديرها كافية موحت فليحات في الواسط فكتستعملوا السيكين هكا سيكي اللي كيكون حاد أو كتستعملوا هاد هاد الشفرة هادي اللي كتكون ديال الخبز غي هو كتمشوا مع الخبز غي بشوية باش ما كي يعودش ينزلكم لأنه يعني اختامر ديال الخمرات التانية باش ما يعودش يهبط لكم غادي ندهنوا الآن الخبز ديالنا بالماء باش كي يعطينا هكا كيف مكتلكم ديال طبقة كم قرمش ها من الفوق وهادي ندخلو يطيب ونشوفو الشكل النهائي ديالو بعد ما نخرجوه من الفرن وهنايا كي يكون هدا والشكل ديال الخبز ديالنا بعد ما خرجوه من الفرن كي يجي خبز اللي رائع بزاف وسهل بحال ديال المخابز ومحضرينو في البيت ديالكم اتمنى فعلا انكم تجربوه وطريقة طبعا سهلة بزاف وبسيطة وكاتجي هادك طبقة الفوقانية هكا كيف مما كتلاحظو كيف مما كتلكم مقرم شوزوينة بزاف ومن الداخل را كي يجي خفيف ورطب بزاف بزاف واكيد غادي نحلكم شوفو الشكل ديالو فهانتو ما لاحظو معي كيفاش كي يجي من الداخل كتجي البابة ديالو خفيفة بزاف 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 وكي يجي ارتب رائع بزاف فانتمنى انكم تشربوا الوصفة وتنال اعجاب ديالكم وتوفقوا فيها فوصنا نهاية الفيديو لعجبكم الفيديو طبعا شجعوني باللايكات ديالكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالوصفات وبرتاجيوا فيديو مها اصدقائكم واحببكم وانتلقوا في فيديو قادم مع وصفة اخرى دمتم في امان الله وحفظة والسلام عليكم ورحمة الله